تحويل شركة دلمون للدواجن وزيادة الإنتاج اليومي لشركة دلمون للدواجن وزيادة الإنتاج التي ترتب عليها زيادة المخلفات الخاصة بالدجاج التي تطلع من بواقي منتجات الدجاج بعد عملية الدبح طبعاً شركة دلمون للدواجن في قبيل اهتمامها بموضوع الاستدامة والبيئة استثمرت في هذا المصنع الخاص الموجود في مسلخ الهملة استثمرت ببناء وتطوير المصنع نفسه الخاص بتحويل هذه البواقع والمنتجات إلى مخلفات للدجاج أو نسميه بالمصطلح العلمي لبروتين حيواني هذا البروتين الحيواني يتم تصديره خارج مملكة البحرين في دول كثيرة وفي مناطق كثيرة هذا مطلوب إلى عدة شغلات متعلقة بالصناعات مختلفة يعني متعددة وهذا الجانب استثمرت فيه شركة دلمون للدواجن بالإضافة إلى هذا الاستثمار يأتي بالناحيتين من ناحية زيادة العجلات الخاصة بمبيعات الدواجن بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة والبيئة في المنطقة الخاصة بمصنع مسلخ الدواجن بالهملة ترجمة نانسي قنقر